وقع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بروتوكول تعاون مع كيان شباب مصر ويأتي البروتوكول سعيان لتحقيق رؤى وأهداف التحالف الوطنية للعمل الأهلي التنموي ويهدف كيان شباب مصر إلى تدريب ورفع كفاءة الشباب في محافظات مصر بالتعاون مع عدد من الأكاديميين نحن سعداء النهاردة بضم كيان جديد أنه يعمل تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وهو كيان شباب مصر والحقيقة هو كيان مختص أكثر بفكرة تدريب ورفع الوعي والثقافة لدى شباب المصريين في كل محافظات مصر بيقوم بدأ بالتعاون مع عدد كبير من الأكاديميين وأستاذة الجامعة من كل جامعات مصرية الحقيقة اليوم نشاط بدأ منذ سنوات وإحنا متابعينه عن كثب اليوم نشاط كبير جدا ومهم فيما يخص تأهيل وتمكين الشباب المصري استمرار هذا النشاط ووجوده في محافظات كتير جدا ده كان دافع لنا أن احنا بوجود التحالف نعمل أهل التنموي في هذه المحافظات بأشكال مختلفة وأنماط مختلفة منها خدمات تنموية وخدمات رفع الوعي والثقافة ويعني تنفيذ الأجندة الوطنية ورؤية مصر 2030 ده بيحتاج أن احنا يكون معنا على الأرض قوة كبيرة من الشباب يكون مثقف ويكون واعي ويمتهن التطوع عن فهم ما يكونش أنه هو مجرد وقت فراغ احنا بنقضيه بدون أن نكون مؤهلين نحن نتشرف بالتعاون بين كيان شباب مصر توقيع مذكرة التفاهم بيننا وبين التحالف الوطني لعمل أهل التنموي طبعا تبقى لتوقعات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الفترة الأخيرة اهتمامه بالمؤسسات المجتمع المدني ودعمه للتحالف الوطني في إفتار الأسرة المصرية واحنا ككيان شباب مصر احنا يعني هنكون بنقدم للتحالف الوطني من خلال المتطوعين على مستوى نطاق 27 محافظة ان احنا نكون الزراع التنفيذي لي من خلال البرامج التسكفية المختلفة في تحقيق رؤى واهداف التحالف الوطني لعمل أهل التنموي وان شاء الله نسخر كل جهودنا وكل أعضاؤنا في كان شباب مصر على مستوى 27 محافظة لخدمة التحالف احنا بطبيعة الحالة نبقى زرع التنفيذي من خلال شبابنا على مستوى 27 محافظة هو التحالف لمحاول الاستراتيجية سندعمه بشتى قوانا يعني وسنتضافر قوانا يعني بشبابنا على مستوى 27 محافظة لخدمة التحالف